تصوري بقى ده تحليلي للأمر انه لاجل الحكام دي كلها هتمشي كلها هتمشي وهيجي خبيل أجنبي وبالمناسبة يعني شي بيش يوذكر يعني ما تصدوش انك لاتن بيرجي وبريرا فشل ما تصدوش الكلام ده ده اللي كان أسرة التحكيم بيطلع يقول هون عشان يبعدوا الناس اللي كان بتشتغل والناس المحترف يقولولك ليه عشان انا عايز اخد مكان انا عايز اخد مكان وبعدين انا مش فاهم انتم ليه بتتناحروا كلكم على لجنة الحكام كده ايه المكاسب اللي في لجنة الحكام معرفش بصراحة اكيد الرواتب قليلة واكيد انتم بتستفيدوش استفادات كبيرة ليه التناحر ده وليه اي خبير أجنبي بيجي بتدوره كتف محترم وانا بقول لك اقول لو جي خبير أجنبي ويه ثالث هيتاخد كتف محترم ده احنا أول اسبوع أول اسبوع في الدولة وما اللي جاي هحصل في ايه في اسبوع هيبدأ بكرة أنا مش عارف هيحصل في ايه أنا مش عارف كل ده كان هيخلص بايه بقى بيان اعتذار بيان توضيح يخلص كل الكلام ده ما تتكلمش حتى لو انت مش عايز تتكلم للاعلام أو توضح للاعلام طلع بيان رسمي في توضيح أو اعتذار